كما استعرض النائب العام المستشار حماد الصوي جهود الدولة ومؤسساتها في التصدي بحزم لجريمة الاتجار في البشر في هذا الإطار شدد النائب العام على ضرورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة أضرار تلك الجريمة وتوعية المجتمعات بمختلف صورها ومخاطرها ولقد تصدت الدولة المصرية ومؤسساتها بحزم لتلك الجريمة فسنت التشريعات وطورت الآليات وأبانت للشعب خطورتها وتأثيرها فوعاها وصارت الميابة العامة على ذات الضرب بتحديث وسائلها في تحقيقات تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها وأصدر القضاء المصري أحكاماً راضعة ضدهم كل ذلك تحقيقاً للعدالة الناجزة وإن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعد مناسبة هامة لتأكيد استمرار التصدي لتلك الجريمة على كافة المستويات وتوحيد كلمتنا وشحز إرادتنا دفاعاً عن الإنسان